يعود ملف ترسيم الحدود بين الكويت والعراق إلى الواجهة من جديد الخلاف على الترسيم قديم قدم تشكيل الدولتين في القرن الماضي إثارته ارتبطت سابقا بمدى تحسن أو تراجع العلاقة السياسية بين البلدين الشقيقين الأزمة تعود إلى حقبة الغزو العراقي للكويت عام 1990 حينما توقف ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن عام 1993 برقم 833 عند النقطة الثانية والتسعين بعد المئة أي خور عبدالله الخط الحدودي بين الدولتين ويقع خور عبدالله بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية بيد أن التوتر حول هذه العلامة بدأ عام 2010 عندما وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء مبارك على الضفة الغربية للخور في الوقت نفسه وضعت بغداد حجر الأساس لإنشاء ميناء الفاو الكبير في الضفة المقابلة ترسيم الحدود وفقا لقرار مجلس الأمن يؤكد متخصصون أنه يشمل ترسيم الحدود البرية لا الحدود البحرية التي يطالب العراقيون بحفظ حقهم في إطلالة عليها وعدم التضييق على ممرات الموانئ العراقية الأزمة عادت لتطل بوجهها عندما حدث سجال سياسي واستياء شعبي عكستهما مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان تنازل عراقي للكويت عن أرض عراقية وذلك بعد تصريحات وزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح الذي زار بغداد الأحد الماضي وتحدث عن وعود عراقية بشأن إزالة منازل من الحدود العراقية الكويتية في ناحية أم قصر الحدودية وإسكانها في مجمع سكني جديد خصيص لها بعيدا من الخط الحدودي الخارجية العراقية نفت مزاعم التفريط بسيادة العراق خصوصا في منطقة أم قصر في محافظة البصرة مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بقرار مجلس الأمن الدولي نافية التفريط في سيادة العراق البرية أو البحرية كذلك جزم المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن ترسيم الحدود أمر محسوم منذ عام 1994 وأن ليس هناك من تغيير في الإجراءات معتبرا أن الأزمة التي أثيرت أخيرا تستخدم للابتزاز السياسي ترجمة نانسي قنقر